بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في الله مر بي موقف مؤثر جدا في هذا المساء وهو أننا كنا مع مجموعة من الشباب جزاهم الله كل خير قمنا بدعوة امرأة فرنسية تريد اعتناق الإسلام قام الشباب من قبل جزاهم الله كل خير بتعليمها مبادئ الإسلام وأمور كثيرة متعلقة بالدين الإسلامي الحنيف فطرحت عليهم كثيرا من الإسئلة ولكنها أتت إلى أسئلة خاصة وقالت أريد من الإمام أن يجيب عليها فدعاني الشباب فلبيت طلبهم هذه الأسئلة خاصة ولكن الأمر الذي أردت وأحببت أن أنبه إليه هذا هو الموقف الأول الذي أثر فيه هو أنها امرأة لم تعتنق الإسلام ولكنها أرادت أن تسأل الإمام كون الإمام هو الممثل للمسجد هو الممثل للشريعة الإسلامية وكثير من الناس للأسف الشديد يسأل كل من هب ودب وكثير من الناس من يصدر أحكاما وفتاوى في الدين للأسف الشديد الأمر الثاني الذي أثر فيه كثيرا وهو أنني كنت أتكلم مع هذه المرأة والشباب يقومون بالترجمة فسألتني بعض الأسئلة نحو لماذا الرجال قومون على النساء لماذا فرض الحجاب على المرأة وبعض الأسئلة أجبت عليها وبالله التوفيق مع ترجمة الشباب ولكن عندما كنت آتي إلى بعض الآيات حيث ذكرت مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاتي ذكرت بعض مواقف نبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال بعض رحمة نبي صلى الله عليه وسلم بالحيوانات بالجماد كل بعض النواحي من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما كنت آتي إلى الآيات أرتلها فكانت تتأثر وتبكي ثم أتكلم وهي امرأة فرنسية امرأة فرنسية لم تسلم قط لا تعرف شيئا من اللغة العربية إذا قرأت الآيات بكت إذا تكلمت عادت كما كانت وإذا قرأت الآيات مجددا بكت وهكذا فقلت للشباب أن يسألها حينما تسمعين الآيات تتلى ماذا تحسين قالت أحس أن شيئا من أعماقي يجذبني سبحان الله فقلت في نفسي أنا عربي وأنت عربي وهو عربي نحن عرب نفقه اللغة العربية والقرآن عربي هل تأثرنا مثل ما تأثرت هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدع من خشية الله أحسست حينها بتقصير أحسست حينها أننا في غفلة هذه الدموع هذه الدموع التي ينبغي أن تنزل من خشية الله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويبكي عمر الفاروق كان في خطه خطان أسودان من البكاء أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا أسيفا لا يتحمل الصلاة وهكذا وغيرها من النماذج فالقرآن الكريم يؤثر على الأرواح يؤثر على النفوس فكانت تبكي الأمر الثالث الذي أثر فيه كثيرا وهو أن هذه المرأة تزوجت من رجل وهذا الرجل مسلم عربي ولكن الأسف شديد لا يصلي لا يصلي وهذه مشكلة وبلية ورزية فقد أساء إلى الإسلام هي أصلا تساءلت لماذا أنتم تقولون أن الإسلام له أعمدة خمسة ومن أعمدات الإسلام وركائز الإسلام الصلاة وهذا الزوج الذي تزوجت به لا يصلي فيعني كيف يكون الحل فأقول له والإمثال ذكرناه بالله عز وجل وهو إنسان طيب جزاه الله كل خير وفتح الله له ونفعنا الله جميعا وجعلنا من الذين يستمعون قوله فيتبعون أسانه إنساء الله عز وجل أن يمنى عليه وعلى شبابنا بالتوبة فتأثر فأقول احذر واحذري أخي الفاضل أختي الفاضلة احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك احذر أن تكون منفرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين ربما تريد امرأة أن تسلم فتكون حائلا بينها وبين دخل الإسلام بسبب إساءتك مع الله عز وجل بسبب عدم تطبيقك لشريعة الإسلام فنحن صفراء للإسلام أخي الفاضل أخي المسلم أختي المسلمة فلنكن أحسن ممثلين للدين الإسلامي الأمل الرابع الذي لفت انتباهي هو الشباب جزاهم الله كل خير الذين قاموا بمجهود يشكرون عليه حينما يراهم كثير من الناس في ظاهرهم على غير الالتزام هذا هو الظاهر ولكن الحقيقة أنهم يدعون إلى الله عز وجل يدعون الناس لدخول الإسلام لاعتناق الدين الإسلامي كثير من النصارى فيبذلون مجهودا كبيرا يشكرون عليه فالإنسان ربما كثير من الذين يدعون الالتزام كثير من الذين يزعمون أنهم على الالتزام لا يفعلون مثل ما يفعل هذا الشباب من دعوتهم الله عز وجل وإنفاقهم الأموال في سبيل دعوة إلى الله عز وجل والأمر الآخر يا أحباب رسول الله الذي أثر فيه وهو الأمر الأخير هو حينما كنت أتكلم باللغة العربية ويترجم الشباب للغة الفرنسية فأحيانا لا تصل المعلومات كما أريد كانت إذا تتكلم باللغة الفرنسية أفهمها ولكن لا أستطيع أن أتكلم معها بالفرنسية فقلت في نفسي لماذا لا أتكلم باللغة الفرنسية فإنسان يتحصر فحبذ أن نتقن هذه اللغة وغيرها من اللغات حتى ندعو إلى الله عز وجل هذه المرأة لم تعتنق الإسلام بعد لديها بعض التساؤلات فنسأل الله عز وجل أن يهديها يا أحباب رسول الله أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة نسأل الله عز وجل أن يهديها إلى الإسلام نسأل الله عز وجل أن يهديها إلى الإسلام نسأل الله عز وجل أن يهديها إلى الإسلام وزوجها نسأل الله عز وجل أن يتوب عليه نسأل الله عز وجل أن يتوب على الجميع نسأل الله عز وجل أن يتوب على الجميع اللهم بارك في الجميع اللهم بارك في الجميع وتوب على الجميع إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جهدير كم نحن مقصرون كم نحن مقصرون كم نحن مقصرون أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم وجزاكم الله كل خير وإلى لقاء آخر فتح الله لكم ونفع بكم سبحانه اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نصفر ونتوب إليك